يعني الشاب الذي لا يملك بيت لوحده ألا يحق له أن لا يتزوج؟ والله إنها نقطة بزافة جوهرية وقصتني فيها في الصامين لأنه أنا واحدة من الناس اللي كنت نقول أنه لطالما حضرت في كثير من الندوات والملتقيات حول مسألة السكن المستقل فيما إذا كان حقاً واجب التنفيذ للزوجة أم أنه ربما مجرد توافق بين الزوج والزوجة وإن حضر السكن اللهم بارك وإن لم يحضر فعلينا أن نرضى بالأمر الواقع القانوننا نحكي لك من الناحية القانونية الأصل في الزواج هو الاستقلالية يعني أنا لما نتزوج الأصل في زواجي مع أي شخص أنه يكون عندي مسكناً مستقلاً آثاثاً ومعاشاً والدليل على ذلك أنه لما السيدات يرفعوا دعاوى الرجوع ضد أزواجهم تصدر المحكمة دائماً أحكاماً بإلزام المدعى عليه وهو الزوج بإرجاع الزوجة إلى المسكن الزوجي على أن يكون في مسكن مستقل آثاثاً ومعاشاً هذا من الناحية الشرعية الاستقلالية هي الأصلة ولكن ماذا عن الاستثناء؟ ماذا عن القيمة الاقتصادية للزوجة؟ ماذا عن الظروف الاجتماعية القاهرة التي ربما يكون قد عاشها الزوجة؟ ماذا عن تلك الصراحة اللي جابها الزوج يوم تخل إلى داركم وهضر مع رجال وقالهم يا ناس أنا في الوقت الراهن أنا منيش كذابة لست بمسيلة مدى الكذابة أنا جيتكم من الباب الواسع بنتكم هذه عجبتني وقبل ما تعجبني بنتكم عجبتني العائلة وعجبني الأصل جيت باش نقدم مشروع ارتباطة بفلانة هاي شروطي أنا خدام شهرية أنا نصور غير خمسة بالأيان أنا إنسان بسيط ومتوضع أنا عايش مع بابا ويمة ونعرف ماذا يحني الألفة العائلية أنا ما عنديش باش ندير لها سكنة وحدة وقت مجال خير ينفع رهي عايشة مع بابا ويمة وخاوتي وراهي على العين والراس إذا تقبلوا بهذه الشروط اللهم بارك إذا ما تقبلوش أنا من الآن هذا المشروع ما نمشيش به كثيرات يبحثنا عن المسكن المستقل كان اللي يحوسوا عني قبل أني نحكي لك على دير لي داري وحدي الزوج المغلوب على أمره الزوج المغلوب اللي لما يروح يخطب به يقدم هذه التفاصيل اللي قلتها لك ولما يقولهم باللي أنا ما عنديش باش ندير لها دار في الوقت الراهن ولكن مستقبلا برب العالمين ندير لها سكن فيه لأن المستقبل قابلين ولا ماشي قابلين الوالدين ومتحنوا منها زوجوها داري وعليه بنت الاحنا ما تتعاشرش ولا بنت ثلاثة نابس عليها وبنت نرى يعيشها أفضل أفضل ترجد معها خمسة أخواتتها حتى مشكلة ولدي بالبركة عليكم احنا طالبين غيلا هنا برك يدي للمخلوق العرس ويدفع بعد ثلاثة شهر يقولوا لو أورينا هناك فيه داير بنتنا تحوي سكنتها وحدها يقولوا مصر ما تفاهمناش على هكا كيف ما تفاهمناش على هكا الطفلقة تلاقي منك مايش مليحها أخواتك ما مش مليح ويحابة تسكن وحدها وبنتنا مايش موارفة بهذا الوضع تغير كل شيء وكأنه انتجبتها من أحد القصور كل شيء يتغير وكأنه ما مش مستحيل يكونوا هم هذيك العائلة اللي مشيت لها في المرة الأولى ويبدو يعطيوا لك شروط ويبدو يعطيوا لك طنابات وبنتنا مع اللوية كنت مثلا اتفقتوا أنه البنت هذه ما تخدمش وقد زوجت على أساس أنه الخدمة راني لبس عليها خمسة ملايين وما كفتكش نكسر الحجر يا بيت النس ونجي نيوك لك ولكن الخدمة أنا رافضها نهار شهرين تقول لك أنا نخرج نخدم هو الاتفاق اللي اتفقنا عليه والأمور هذي 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 الأمور اللي أصبحت تشكل واقع أمور ما يمدولهاش أهمية مثلا هو قال لها أنا مع الوقت ندلك دارك وحدك من المستحيلات ويخلص خمسة ملايين مستحيل يجي هال في ضرب شهرين تقولوا دلي دار حتى بالنسبة للمسألة للعمل اللي أصبحت نقطة جدا يعني لابد من اتفاق حولها في هذه الجزئية بالتحديد وأنا في هذا الأمر إذا كان فيه جزء من المسؤولية سيد الكريم توجه إلى البنات فالجزء الأكبر إنما يوجه إلى الشباب وسامحني أنه نقولها لك وراني عارفة بعد ما توذاع هذه الحلقة راح تطحي علي تعليقات سلبية ولكنها الحقيقة عينك في وحدة ما تخدمش نجيبها من دار باباها ما تخدمش مش تجيبها لعندك خدامة ما تتقلها بطل الخدمة نعم تفاهموا قبل قبل الزواج عينك في وحدة مثلا في مظهر معين ولا أو في زي معين ومكشع نهار اللول قال يا بنت النس هاوش كاين وش كاين تقبلي ما تقبليش ولكننا مكاينين ناس تكون فيه منصب لبس عليه وخدامة مسكينة وتخدم على شرها ولا على والديها وخدامة بشهادتها بشارة أنا حكي على يخذوا بشرفهم وقيمتهم تتفق معاه يقولوا إيه هنا يقولها إيه خدميه وبعد يديها ويقولها لا لا أنا قعدي في الدار وما تخدميش فهو كأنه شدها من يصل نه من يد اللي توجع فهذه بعض الأسباب التي تطار على مستوى المحاكم واللي من أسبابها دائما غياب المصارحة الحقيقية بين الزوجين ما لم نقل حضور الكذب الأكبر بين الزوجين أثناء فترة الخطوبة أو الفترة التي تسبق الزواج ربع سنين خطوبة شهرين زواج القناة في المحكمة يرفع عليها قضية بالطلاقة وبعد ثلاث أشهر من الزواج عقبت ثلاث سنوات تقريبا ويفوق من فترة الخطوبة جاءت إلى المحكمة وقالت نرى نحبة نخلع هذا الزوج أنا ما نحتاجوش أعطوني الأسباب كلاهما لا يملكيني سبب المقنع ولكن في زوج قالونا أنه هذا الإنسان اللي كان خطيبي وهذا الإنسان اللي اتزوجته ما همش هما نفس الإنسان ونفس الشي قالوا الرجل قال هذه المرأة ما هيش هي نفس المخلوقة اللي أعطوها اليوم ما قررت أنه نكمل هو أربع سنين هو يعرف هو أربع سنين هو يعرفها واش كانوا يديروا فيها دقال ربع سنين كان يحفظ فيها ستين ربي يعلم كانوا يكذبوا على بعضهم ربي يعلم ولكن لأنا رأني متأكدة منه أنه في كل الأمور اللهم المشاريع التجارية البسيطة لما تحضر الصراحة ينجح المشروع كذب حبله قصير كل واحد يكذب عن مشاريكه تأكدوا أنه النتائج رح تكون وخيمة افتحك يا سيبس لوكس صفحة لك شارجي أهبر كوليكتي استمتع بسيط بصحتك زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر